السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل حديثا على اتجاه السوق كذلك سنتحدث لبعض التفاصيل الدقيقة التي تخص مشروع أبتوس ومشروع السوي وهل يمكن لهذه العملات أن تتجاوز قيمتهم السوقية أكثر من 10 مليار دولار سنغوص في تفاصيل دقيقة تخص هذه المشاريع كذلك سنتحدث على النوت كوين سنتحدث على منصة FTX هل ممكن أن تعود والإشاءات التي تروج على أن هناك بعض الشركات التي ممكن أن تشتري FTX وتعود FTX وتعود عملة FTT سنتحدث على هذا في آخر حلقة كنا قد تحدثنا في آخر حلقة على عملة Lair Zero شرحنا هذا المشروع الضخم والذي رجحنا على أن ممكن هذا المشروع أن تتجاوز قيمته السوقية أكثر من 20 مليار دولار كانت في حدود تقريبا الـ 2.5 دولار وصلت لأكثر من 4 دولار اليوم وهذا ممتاز والمشروع سنتحدث على بعض الأمور الخاصة بالسعر مناطق الشراء مناطق الدخول كذلك بالنسبة لبطاقة Redout Pay استعمال أكثر من 6 شهور لازالت شغالة أشغل بها دائما البطاقة هناك بطاقة افتراضية سعرها 10 دولار وبطاقة حقيقية سعرها 100 دولار الفرق هنا هو أن البطاقة الحقيقية تخول لك السحب من الصرافة الآلي أما البطاقة الافتراضية يمكن دمجها بالـ Apple Pay أو Google Pay ويمكنك أن تدفع بها في المحلات التجارية كما ترون تقريبا 17 ساعة دفعت بها 18 ساعة 18 ساعة أصبحت أدفع بها في كل شيء في المقاهي في المتاجر عبر الانترنت صراحة استخدامها ممتاز جدا طريقة تفتح الحساب طريقة سهلة جدا الرابط أسفل الفيديو ستحصل بشكل مباشر على 5 دولار عندما ستفتح حساب في الـ Redout Pay بشكل مباشر ستظهر لك 5 دولار في حسابك وعندما ستشتري البطاقة ستشتريها فقط بـ 5 دولار كذلك هناك اختصام حتى للبطاقة الخاصة بـ 100 دولار رابط التسجيل والبونس الخاص بـ 5 دولار ستجده في أول تعليق أو في وصف هذا الفيديو فصراحة استعمال البطاقة ممتاز جدا وحتى الناس التي تستخدمها أعطونا ردود أفعالكم وهل تواجهون مشكل في بطاقة Redout Pay هذا ليس إعلان فقط بعض الأشياء التي أستخدمها وأجدها ممتازة بالنسبة لي وأشتغل بها دائما وشاركها معكم صراحة أفضل بطاقة حاليا تدعم العملات الرقمية USDT Ethereum والبيتكون يعني تحول USDT على شبكة DRC20 ويمكنك أن تتسوق عبر الاترنت أو تشري من المتاجر الحقيقية في بلدك وتدعم جميع العملات الخاصة بالبلدان العربية وهذا الأمر الممتاز جدا في هذه البطاقة فأول شيء نتحدث عليه هي عملات النوت كوين نوت كوين من العملات التي شرحتها قبل أن ثرت فيها كان سئرها أنا ذاك تقريبا 0, 0, 6, 0, 7 وصلت لأكثر من 0.028 وحققت صعود أكثر من X4 وهذا ممتاز وأنا شخصيا استفدت من صعودها وبيعتها الآن بدأت تصحح وتنخفض أرى على أن هذه العملة كنت قد صنفتها في الميمز ووضعتها في المراكز الأولى وحاليا أعطيها المركز الأول في هذا الصنف صراحة النوت كوين تابعة لأكبر التطبيقات الموجودة حاليا هو التليجرام أول عملة تنشع على شبكة طون ممتازة صراحة مشروعها في الألعاب play to earn وأرى على أن في البران هذه العملة ممكن أن تصل قيمتها السوقية ل10 مليار دولار فما فوق لاحظنا بعض العملات مثل مثلا دوج مثل شيبة مشروعها ليس مثل هذا المشروع ووصلت لقيمة السوقية تجوزت ل20 مليار دولار فما بالك بهذا المشروع يعني دائما في السيتش ماريكا حاول أن تنوع في السيتش ماريكا بالنسبة لي مثل هذه العملات لا أقول لك أن تضع فيها كل ما تملك فبالنسبة لي هذا المشروع لن نصنفه مثل أفالانش أو أبتوس أو سولانا أو الفايل لأنه ليس إيكو سيستام بل هو عملة على شبكة ممكن نقول بروتوكول فتقييمي لهذا المشروع وضعتها في السنف الميمز 8.5 ممتازة وأرى على أن في البورران ممكن أن تكون هي التراند في البورران هي التي ستكون لديها شعبية كبيرة في البورران القادي وتذكروا هذا الأمر بهذا الكلام لا أعطيكم نصيحة استثمارية ولا أقول لك الشريحة الآن فقط نحاول أن نعطيكم بعض المعطيات انطلاقا من أين أتت هذه العملة عندما تراها تستخدم في التليجرام تليجرام به عدد كبير من المستخدمين وله شعبية كبيرة جدا فتجد على أن العملة لديها استخدام ليس مجرد عملة فقط متى بدون شيء ممكن أن تفعله فلكي ندخل ونتحدث أول شيء على أبطس وسوي عملة أبطس وعملة سوي كانوا يشغلون معا في أكبر مشروع كان سيكون لفيسبوك في الأول كان اسم العملة ليبرا تم تغيير اسمها لعملة ديم كانوا كفريق واحد يشغلون على تطوير العملة الخاصة بالفيسبوك أبطس كانوا يشغلون على عملة ديم كانوا يطورون في البلوكتين خاصة بالديم والسوي كانوا يشغلون على محفظة النوفي التابعة لمشروع الفيسبوك تم إلغاء هذا المشروع الضخم التابع للفيسبوك ففريق العملة أنداك قرروا على أن ينقسموا إلى قسمين هناك من تجه لمشروع الأبطس وعملوا بلوكتين ممتازة بشركات كبيرة والفريق الثاني قاموا بإنشاء المستن لابس لو نرى أول شيء كم جمعوا في الأول فريق الأبطس جمعوا 350 مليون دولار تمويل أولي ضخم جدا هنا نتحدث على رقمين صعب وكما أقول دائما كل المشاريع الكبيرة والضخمة في الأول في تمويلها في الطرح الأولي كلما جمعت أكبر قدر من المال كلما كانت ثقة من صناديق استثمارية كبيرة وهذا يبين على أن المشروع مستقبلا ممكن أن يصل إلى أرقام كبيرة كذلك المستن لابس هم السوي جمعوا حوالي 336 مليون دولار من أبرز المستثمرين في المشروعين هي منصة FTX التي أعلنت إفلاسها هذا الأمر كنا قد تحدثنا عليه وشرحناه تقريبا نفس البلوكتين خاصة في الأبطس هي البلوكتين خاصة بالسوي نفس اللغة مستخدمة هي لغة موف ولكن هناك بعض الفروقات البسيطة بين المشروعين مثل السوي حاليا تعد من أسرع البلوكتينات الموجودة في السوق بأكثر من 297 ألف تحويلة في الثانية يعني 297 ألف تاب بأس وهذا رقم صعب هم واضعين مقارنات بين المشاريع الموجودة حاليا مثل سولانا أو أفلانش والأتريوم ولكن لا يمكننا أن نحكم على مشروع عملة انطلاقا من التاب بأس مثلا تقول لك عملة أن نلديها بليون تاب بأس لا يمكن أن نحكم عليها ونقول مثلا السوي هي أفضل من سولانا أو السوي أفضل من الأتريوم بل عدد التطبيقات المتلائمة مع شبكتهم التطبيقات التي هاجرت من شبكة إلى شبكة لو نأخذ كسبيل المثال مثلا على ديفاي لامالا ونقارن بين أبتوس والسوي في الديفاي الخاص بهم حاليا لديهم 347 مليون دولار يعني القيمة الليكوديتي الموجودة في التطبيقات الموجودة على شبكتهم حاليا وكانوا قد وصلوا لخمسمائة مليون دولار لو نرى السوي لأي رقم كانوا وصلوا السوي حاليا لديهم خمسمائة وتسعين مليون دولار وكانوا وصلوا لحوالي تمامائة مليون دولار وهذا رقم صعب وهنا نرى تفوق للسوي على الأبتوس من ناحية التطبيقات اللامركزية الموجودة على شبكتهم بالنسبة لعملات اللايروان أهم شيء يجب أن تكون متلائمة مع شبكة الأتريوم أول شيء لتسهيل هجرة التطبيقات اللامركزية أو عمل نفس التطبيقات مثلا موجودة في الأتريوم تشغل حتى في السوي أو تشغل في الفانطوم هذا لجلب السيولة وتسهيل الطريق للمطورين على شبكتهم فأهم شيء وتبقى المعيار لأي عملة اللايروان إذا لم تكن متلائمة مع الأتريوم فهي لن تنجحها بتاتا وهذا بالتجريب كل المشاريع الموجودة حاليا في السوق تجدها تشتغل أفا أم تشتغل الأفا أم تتكون متلائمة مع طبقة الأتريوم لكي تجلب نفس التطبيقات مثلا تجد تطبيقات لا مركزية مثلا مثل آف أو ليونيسواب تجدها موجودة على شبكة سولانا موجودة على شبكة مثلا سوي أبتوس موجودة على الأتريوم موجودة على الأفالات وهذا الأمر ضروري منه ولا هروبة منه فبالنسبة للأبتوس الأبتوس مثلا سوي حاليا نجد عدد تحويلاتها 297 ألف تحويلات تانية وهذا رقم منتاز جدا وتم تجربة هذا الرقم تحت ونجحوا في ذلك صراحة بالنسبة للأبتوس أبتوس ممكن نقول تشغل على كل شيء أبتوس تريد أن تكون أكبر قاعدة للبيانات شراكاتها ضخمة شراكة مع المايكروسوفت في الدكاء الإصطناعي شراكة مع الأمازون شراكة مع جوجل كلاود شراكات ضخمة وحتى اللغة المستخدمة في البلوكتين الخاصة بالأبتوس هي لغة ممتازة وتسهل الطريق لكثير من المطورين على شبكتهم فبالنسبة للأبتوس كذلك من العملات التي أراها لها مستقبل كبير وإذا أعطينا رقما للأبتوس من ناحية القيمة السوقية ممكن كذلك أن تصل لـ 25 مليار دولار بالنسبة للسوي كذلك أرى على أنها ممكن أن تصل لهذا الرقم ممكن تصل لـ 15 مليار دولار 20 مليار دولار وتستحق كذلك المشروعين صراحة مشروعين قويين بالنسبة لمن الأفضل هالأبتوس السوي هناك تفوق بسيط من الأبتوس على السوي ولكن هناك تفوق إذا بحثت أكثر تجد مثلا سوي متفوق من هذا الجانب أبتوس متفوق من هذا الجانب مثلا من ناحية التحويلات والتبات في التحويلات والاقتطاعات تجد سوي من ناحية الاقتطاعات كذلك تجد أبتوس ومن ناحية الأمان العالي تجد أبتوس هناك فرقات بين مشروع ومشروع وتقييم للمشروعين أعطيهم 9 على 10 والسوي 9 على 10 لم ندخل أكثر في تفاصيل دقيقة لكي لا نطيل حاولنا أن نعطيكم الأشياء المهمة بالنسبة للمشروعين بالنسبة لمنصة FTX منصة FTX رغم إفلاسها لازلنا نرى عملة FTT موجودة على البايننس وموجودة على باقي المنصات وفي وضع الأحيان نرى بعض البامبات التي تعملها عملة FTT رغم إفلاس منصة FTX وكذلك هناك بعض الإشاءات التي خفية صراحة على دخول مستثمرين وشراء منصة FTX رغم إفلاسها فإذا حدث هذا الأمر وحصل أو كان فعلا فممكن أن تعود العملة وممكن أن تصل لأرقام كبيرة عملة FTT هذا الكلام هذه العملة هي أكبر عملة من ناحية المخاطرة عملة FTX مثلا الناس التي تحب المغامرة والناس التي مثلا تريد أن وضع مثلا رصيد فقط للمغامرات وضع رصيد غير رأس المال التي تضعه في المشاريع القوية وضع مثلا رصيد في الجنب مثل هذه المشاريع لعملات الميمز للعملات التي بها مخاطرة كبيرة فـ FTX من أكثر العملات التي بها مخاطرة كبيرة جدا وهذا أقوله لكم فـ FTX من أكبر المستثمرين في مجال العملات الرقمية نفسهم استثمروا في Solana، استثمروا في Polygon، استثمروا في Aptos، استثمروا في Swayze، استثمروا في الكثير الكثير من المشاريع وعندهم كميات كبيرة من الأتريو من البيتكوين فـ FTX هذه الإشاءات هي ليست حقيقية هي مجرد عندما ترى بعض الأخبار في الخفاء تجد على أن هناك نية لبعض مثلا شركات الاستثمارية في شراء هذه المنصة وإذا تم شراءها وعادت فستعود للأرقام التي كانت فيها وأكثر بكثير هذه ليست نصحة استثمارية فقط نحاول أن نناقشها ونتحدث معكم بأشياء نراها حاليا بالنسبة للنوت كوين تحدثنا عليها بالنسبة لحالة السوق نرى البيتكوين مرة في 63 يعني خفض الواحد وستين يعني هذه الفترة دائما تكون تقلبات بالنسبة للبران لا هروبة منها عندما ندخل في البير ماركت كذلك لا هروبة منها بالنسبة للبران لازمنا لم ندخل في ذلك الصعود الحقيقي خصوصا على أن العملات صححت بشكل كبير وعلى أن هناك بعض العملات التي لها قيمة سوقية لا تستحقها بتاتا حافظوا على استجماراتكم إذا أردتم أن تحدث لما تحدث هذه الحلقة على أبطوس والسوي كنت سأتحدث خلال هذه الحلقة على المانطة وسيلستيا والأنجكتف ونغص في تفاصيلهم الضقيقة فوجدت الكثير تحدث سألوني على الأبطوس تحدثنا على الأبطوس ضعوا لنا العملات التي نريد أن نتحدث علينا وإذا رأيت عملة مثلا كنت ستتحدث عليها وجدت آخر وضعها في تعليقات ضع لها لايك عندما أرى بعض العملات مكررة كثيرة في التعليقات ومن استسأل عليها هي التي أضعها من الأولويات كل الروابط التي تحتاجونها سواء في تسجيل في أفضل المنصات ستجدونها في وصف الفيديو رابط التسجيل في الريدوت باي لحصول على بطاقة فيزا ممتازة ستجدها في أول تعليق هذا كل ما لدينا الحرقة اليوم تمتوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته